هسألك سؤال يخصنا هنا في مصر وحتى في إنجلترا في كثير من الأحيان في لقاء الصحفيين مع المصادر سواء مدربين أو لعبين في المؤتمرات الصحفية ماذا تقول للصحفي أثناء حضوره في المؤتمر الصحفي لمدرب أو لعب بعد مباراة قبل مباراة كيف يتعامل بأسئلته مع هؤلاء خاصة أنك لمست في كثير من الأحيان في كل أماكن العالم انتقادات من المدربين انتقادات من اللاعبين للصحفيين كيف يتعامل الصحفي مع المدرب أو اللعب نعم ما يجب عليك أن تفعله هو خلال هذه المقابلات هو أن تنظر إلى الموقف برمته وأن تحترم الشخصية التي تحاورها هذا ما يجب على الصحفي أن يتحل به إذا كان هناك مباراة تلعب والمدير الفني أو اللاعب كان لديه نتيجة سيئة يجب عليك أن تراعي هذا يجب عليك أن تتحل باللبقة أو اليقة الكاملة بالطبع ليس كل الشخصيات تتحل بهذا ولكن يجب علينا أن يكون الطريقة المحترمة ربما بعض الصحفيين يكون مشاجعين لبعض الأندقاء ربما يتمسكوا برأيهم ولكن يجب أن ينظروا للصورة الأكبر ربما اللاعب أو المدير الفني فاز بالمباراة حسناً هو يكون هادئاً لتقبل سؤالك في تطور حصل كبير جداً في عمل الصحفيين وفي المقابل تطور كبير فيما يخص المصادر بمعنى أن الصحفي الآن لديه أدواته ولكن في المقابل المصدر أصبح يتقادى أجراً مقابل لقاء الصحفي وهذا صعب كثيراً من مهمة الصحفي سواء رياضي أو غير رياضي كيف يتعامل الصحفي الرياضي مع مصادر لا تقبل إجراء حوارات إلا بمقابل مالي نعم إنها مشكلة ولكن يجب أن نتعامل معها يجب أن نتعايش معها كل هذه اللقاءات نحن عموماً لدينا هنا في إنجلترا لا ندفع لمصادرنا ولكن هذا ما يدفع بعض الصحفيين لاختلاق بعض القصص بخصوص بعض الناس وهذا لا يصح يجب عليك أن تبني العلاقات الجيدة مع الناس لتحصل على الحقيقة التي تريدها الأمر يختلف قليلاً في بريطانيا عن مصر مثلاً نحن لا ندفع لمصادرنا لا ندفع للقصص ولكن ربما أحياناً يكون هذا الأمر خطراً إذا ألفت قصة وإذا دفعت مقابل قصة لتخبر الحقيقة